بسم الله الرحمن الرحيم. آآ النهاردة ان شاء الله يا شبابة نتكلم عن آآ مسألة كده نحلها مع بعض من اولة الاخرة. مسألة المساقط. مما ان معظم الناس دلو حاليا المستوى كويس جدا في الاوثوكاد. المفروض المسائل العمليات بالنسبة لك سهلة وبتخلص في الوقت المناسب. لكن المساقط اعتقده اللي يبقى فيها مشكلة شوية بتطول معك. انت عارف انت بترسميه بس بتطول. وبالتالي واسلوب الحل اللي هيفرق. واستخدام زكائك شوية انك تستخدم الاوامر صح. واسيب لك مجموع من الامثلة في دكتور رفض الله يرحمه كان. الحاجات اللي في الاول ان الحاجات دي خلاص يعني مش مش موضع امتحان. موضع امتحان ببقى مسائل المساقط او مسائل العمليات. فهي دي اللي انت هتركز عليها. وركز على المساقط انك تخلصها في الوقت المناسب. طيب باشمونس انا بفتح ملف الاوتوكات جديد مسألة زي اللي قدامي دي مرسوم مطلوب انه نرسم الاليبيجان والبلان. امتحان الاوتوكات ما مطلوب منك انك مجرد ترسم اللي قدامك مش تستنتج اي حاجة تانية. ابدأ الاجراز بتاعها عن طريقنا افتح فايل نيو. تمام? ايكاد ايزو. اضغط اوبن. انا كده فتحت الملف جديد. ابدأ اشتغل عليه المسألة بتاعتي. طب اشمونس في الاول بنعمل الليرز. فادخل على اللير مانجر. احط التلاتة الاساسيين. الهيدن والسنتر لاين. تمام? والديمينشن والستريت. ادي كده معي اربعة. فهضيف واحد اتنين تلاتة اربعة. ولو انا مش عايز الصفر دي خليها دلوقتي. تمام? هسمي دي سي ال سنتر لاين. واضغط على دي رينيم. وهسميها الهيدن لاين. دي هسميها. اس ال اللي هي السولد لاين او ستريت لاين. وهنسمي دي دي اللي هي الديمينشن لاين. خلاص? اه السنتر لاين هخلي الونه احمر. واضغط اوكي. وهضغط على الكنتينوز دي هغير نوع الخط. هعمل لود. تمام? اه هاخد اتفان قبل كده سنتر اكس 2 عشان يظهر ما اسرع شوية لما اجه غير تي اس. اخد ال داشت وهاخد السنتر 2 اكس بالمرة. هضغط على كنترول. وازلل. كده انا همزلل اتنين مع بعض عشان دوست زر الكنترول. واضغط اوكي. حملت الخطين دورة وراء. هاخد السنتر واضغط اوكي. وبعد كده هدخل على الهيدن لاين. هضغط على كنتينوز بفر كل دوات. واختر الدياش من هنا واضغط اوكي. طبعا السولد لاين سيبوا ابيض زي ما هو. الهيدن لاين خليه ابيض. الديمينشن لاين مسلا هندي له اللون الايه? السيانة او الازرق. وبعد كده الهيدن لاين زي ما هو والسولد زي ما هو. وهضغط ايه? على الاكس دي كده. خلاص? طيب. طبعا نختار من هنا خط السنتر لاين وشغل امر لاين وبدأ نرسم ويفتح الارثو ورسم السنتر لاين بتاع المسألة. تمام? طبعا ممكن ما يزهرش معك من اول مرة او يزهر وتضطر اتغيره وانشوف لما نبدأ نرسم وضع يبقى عمل ازاي. اضغط الانتر تاني واروح راسم خط افقي ده كده مركز الديارتين دول. ده الدياموتر بتاعها في تلاتة والدايرة الكبيرة الدياموتر بتاعها مش ظاهر فهنزل هنا تحت ابص عليها في المسقطة التانية لقيها خمسة دي. تمام كده? طيب. باش مهندس انت كده دي خمسة دي بقى انت محتاج ديارتين. سي انتر. واقف هنا ده التعامد او الانترسكشن. طيب خلينا ناخد الانترسكشن اضمن. وهضغط دي انتر خمسة انتر. تمام? الدايرة ترسمت بس صغيرة جدا. هتضطر تدخل بالزوم. تمام? هنا هتواجهك مشكلة بقى. مبدئيا ان الدايرة مكسرة. ففي امر كده هنعمله اسمه ريجين ري جي اي ان. ده اللي هو ريجين ريت. وتضغط انتر ويضيع الكسرات دي. تمام? كده الالتي اس ضع خالص. ما بقاش فيه خطوط سنتر لاين من خطوط ستريت لاين. هابدأ لعب الالتي اس انتر. وجرب ان انا صغره. خليه مسلا اكبره الاول عشرة انتر. مفيش حاجة ظهرت. طب الالتي اس انتر. واحد من مية مسلا. او اتنين من مية. او بدأت الامور تظهر شوي. خلاص كده. تمام. دي اول دايرة. بعد كده سي انتر. وراح واقف على مركز الدايرة التانية. بشفت رايت كليك. سنتر. وامضغط. عدي على الدايرة دي. واضغط هنا دي انتر تلاتة انتر. كده انا رسمت الدايرتين اللي في الاليفيجي. طيب بشمهندس تي ار انتر 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 شيل دا وشيل دا خلاص ما لهمش لازمة. واسيب السنتر لاين. الدايرتين دول محتاج تظلرهم وتوديهم على اللاير بتاعت السلد. ونبدأ ال انتر. اختار طبقة السلد من هنا. و ال انتر اروح افل دي من هنا الهنا. و ال انتر اروح افل دي من هنا الهنا. عشان نظهر الخطين دول. بعد كده بشمهندس احتاج تستخدم افست عشان توصل لكل الابعاد دي. طيب هتعامل بالافست ازاي? او انتر. اربعة انتر. من السنتر لاين دا التحت. بعد كده السنتر لاين الجديد. بعد كده هضغط انتر على طول. مش او انتر. ليه? انتر بيشغل اخر امر كان شغل في الاوتوكاد. توفيرا للوقت. اضغط انتر هيوديك على افست دا على طول. يسألك على مسافة الموازي يقول له ستة انتر. تعالي ناخد دي منزلها تحت ستة. تمام? دي كده اخر لقاء. طب بشمهندس المسافات الرأسية. دي خلاص موجودة. ليه? ان لو شغلت امر لاين ال انتر ورسمت خط من هنا لغاية تحت. انا كده جبت الجنب المسألة ده خلاص. طيب. ما تيجي عشان الامور توضح شوية نعمل حاجة كويس. هندخل على layer property manager. وهنا اه طبقة السولد دي هديها thickness او line weight. افتح line weight خليه مثلا ثلاثة من عشرة واضغط اوكي. واقفل. ما ظهرش لسه اي سمكات لان ال line weight مقفول. فهضغط على ال LWT كده الامور توضح شوية. خلينا نشتغل بقى بالمبدأ ده. طيب بشمهندس محتاج انت المسافات الرأسية. والله في مسافة هنا تمانية اربعة ونص اتنين تلاتة اتنين. يبقى او انتر. تمانية انتر. من هنا لهنا. بعد كده اسكيب انتر على طول. اربعة ونص انتر. من هنا لهنا. انتر تاني اسكيب انتر. اتنين انتر. من هنا لهنا. كده بعمل الموازيات كلها مرة واحدة اسكيب انتر تلاتة انتر. من هنا لهنا. كده بشغل الامر افسد. انتر اتنين انتر. من هنا هنا. مفروض جده جبت اخر المسألة. فدي اول تمانية. اربعة ونص. بعد كده اتنين. تلاتة اتنين. مزبوط. لو شغلت امر لاين. وانا عامل طبقة السولد. طبقاش مهندس ليه على طول انت تسابت على طبقة السولد ما تتغيرش. ادخل كده على layer property manager. لو ضغطت هنا double click. هيبقى دي current layer هي الطبقة اللي سابتة معك على طول غير لما انت تتغيرها. فانا هضغط double click عال solid line. واقفل عشان تفضل دي الطبقة اللي على طول موجودة في layer جاهزة ما تتغيرش. اللي enter. هرسم تخطى من هنا لغاية هنا. شوانس ايه العلامة دي? دي علامة ال perpendicular بتساعدك جدا في الرسم. في الرسم المساقط فيه optioning وداد هنشغلهم في ال object snap. اضغط escape كده. نعمل right click على object snap ودخل على settings. احنا كنا بنشغل تلاتة ونسيب واحدة بنشغل تلاتة. وناخد من هنا التانجنس. ده كان ال default بتاعنا. زود لي لو سمحت perpendicular عشان مفيدة جدا في المساقط زي ما انتا شفت من شوية. وزود لي حاجة ال extension دي هنستخدمها. احنا كنا مختارينها قبل كده بس هوليك استخدامها دلوقتي. وضعت اوكي. ترفين دي قدر بتفدني في حاجة. ال enter لو برسم خط ورايح اتعامض مع خط تاني هو بيعرفك علامة التعامض فين. خلاص كده عشان توقف. بدل ما ترسم زيادة بعد كده تعمل trim. كل ده هيوفر في الوقت. خلاص انا كده لسامت دي. هطلع فوق بخط مسافته اتنين enter. عشان ارسم القاعدة بتاعتي. واروح داخل لغاية جوه. برضو التعامض يوقفني اروح ضغط تاني. شفت فايدة ال perpendicular. وانا رسم كده الموازي اتنين. فكل ده انا هعمله اروح رسم line L enter من هنا وبطبقة السلد وطالع لفوق. ادي اتجاه واكتب واحد enter. واتحرك هنا لغاية الميت بوينت هتطلع عشان ايه? دي في النص واعمل كده trim tr enter enter. نظف مسألتك كل دي زيادات ملهاش لازمة والخط ده كمان ملوش لازمة. خلاص وده كده كله تقدر تشيره. طب باش مهندس بعد كده هتعمل ايه? ده عبارة عن center line. center line اللي هو ده. اللي هو ده اللي هو تحت هنا بديك مجرد مركز الدائرة. فده مفيد في ال plan. فاسيبه دلوقتي مجرد يعمله trim tr enter enter. نظف لدي ونظف لدي. ده كده علامة center line. هنا ده مفيد عشان يعرفني البداية بتاعة الخط ده. خلاص? وال center line ده مفيد عشان يعرفني هنا الدايرة الواحد ونص. تمام? وفي center line هنا عشان ارسم منه برضو التجويف ده اللي هو واحد ونص دي. طب الكلام ده كله يترسم ازاي? هو مش الخط ده. لو انا طلعت عليه واحد هاوصل لنقطة اقضى رسم منها مماس لدايرة. فانا هشغل امر line اللي enter. وامطلع من هنا على الخط ده واحد انتر. وبعد كده كده امر line شغال. هدوس shift right click واختار tangent وقرب من الدايرة دي. واجيب نقطة التماس. تمام? بعد كده مش مهندس محتاجين نرسم التجويف الهيدن اللي جوه ده. هتقول لي يا مش مهندس لا طول دي مش معايا وطول دي مش معايا المسألة نقصها بعد فيها مشكلة انزل في البلان تحت بص من هنا الهنا يمكن انا لقيه برضو مش لاقيه. يبقى كده المسألة نقصة بعد. المشألة مش نقصة حاجة انت فكرتك انك تبص هنا بصة الواحد ده لو استخدمته الخمسة دي هيدوك البداية. مع النص كده انت رسمت التجويف. تتعامل ازاي? اولا هرسم صغير من هنا كده من هنا لهنا. اللاين ده هرسمه ملوش لازمة مجرد بس ايه? اخد منه واحد انتر من هنا لفوق. وبعد كده خمسة انتر من هنا لفوق. كده جبت النقطتين دي ودي اللي هم دي ودي. بعد كده لو عملت او انتر نص انتر من هنا لفوق كده هبقى وصلت للمكان اللي يوقفني بتاع التجويف ده. فمجرد ان انا شغل طبقة الهيدن. واعمل ال ال انتر وادزل من هنا على البربنديكولر واتمشي لغاية. بص نقطة ال ايه? الانترسيكشن دي عايز اوصلها. طب تعال انا نعمل اسكيب ونعمل لاين تاني من اول هنا لغاية هنا. وبعد كده لاين تاني من اول هنا لغاية فيه هنا. كده انت رسمت التجويف ده. والخطوط دي دلوقتي ده وده وده. وده ما لهمش لازم تقدر تبسحه. قام كده. فضل السنتر لاين ده. مبدئيا تي ار انتر انتر. شيل ده وشيل ده. وشيل ده. وبرضه الخط الده ان ده كان النص المفروض ننزله. صح كده? اه يعني الخطوط اللي انا رسمتها دي مش شوية غلط. دي ماشي مع الحفة دي. طيب مفيش مشكلة. انا كنت رسم ده. فكل معي. اي اكس انتر انتر وضغط على الخط اللي عايزه يتمد. اضغط على الخط اللي عايزه يتمد. بعد كده يا بشمهندس. هتقوم ضغط اسكيب وماسح الخط ده. طب ما ده كده ما كانه غلط محتاج يتنقل تحت. بقى امر موف ام انتر. عايز تنقل مين ده انتر منين من هنا لغاية هنا. بس خلاص مسألة حالة. بعد كده عندي خط هيدن يمين وشمال المسافة ما بينهم واحد ونص فنصها هيبقى خمسة وسبعين من مية. يبقى حوالين الخط ده يمين وحوالينه ايه? شمال. تمام? ده زيادات ملهاش لازمة. ولو سمحت حول لي دي ودي على طبقة الهيدن. خلاص طبعا عملش اغل بالسكرول وقرب ابعد عشان اخلاص بسرعة. ما عدش هاطل اخبط واختار حاجة بالغلط. طب باش مهندس تمام? في خطين هنا هيدن. حوالين برضو خمسة وسبعين. هروح ضغط انتر على طول. هشتغل اللي كان شغاله مزبوط برضو على خمسة وسبعين. وبالتالي انا كل اللي انا هعمله هوادي ده فوق. ادي انتر. هو او انتر. بوينت سبن فايف انتر. وروح ضغط من هنا لفوق ومن هنا لتحت. و اي اكس انتر انتر. امد كل دول لغاية ما يقابله هنا. وبعد كده احول الخط ده. والخط ده على طبقة الهيدن لاين. مش مهندس انتا كده خلصت الاليفيجن. اه الاليفيجن كده اعتبر خلص. ما فيش اي حاجة تانية. خلاص. طيب اه كده فاضل الدايمينشن صح? وفاضل العصب. تعال نرسم العصب ده. العصب ده سمك واحد حوالين السنتر لاين يبقى او انتر نص انتر للسنتر لاين ده يمين وللسنتر لاين ده شمال. طيب اشوهندس دول خطين كوبار جيد بينه قدامك حالة من الاتنين. لانما تعمل تي ار انتر انتر وتفضل تمسح بس من بره الجوه فتضغط ضغطة. التانية التالتة الرابعة. الخمسة. ونفس الكلام من تحت ادي ضغطة. التانية. وتفضلك العصب وتقوم محوله لطبقة او تعمل الحل الاسهل ده. هتعمل ايه? مجرد قص الزيادات من فوقه من تحت. طب وهنا هتعمل ايه? اضغط على الخط. كده انت اخترته. اضغط على اول نقطة الزرقة دي. كده انت بتتحكم فطول الخط انزل بيه لغاية ما ينور لك نقطة الانترسكشن واضغط هنا. كده انت اصرت الخط ده لغاية المنطقة دي. تاني هضغط هنا. واطلع لفوق. اضغط واسيب. بعد كده اطلع لفوق. اجي النقطة اللي عايز اوقف عندها اروح ضابط كده. وبعد كده احول. يبقى الخطوط انت ممكن تأثرها وتطولها عادي. بالشرط بتريب. حولها على الصوليد لاين. تيجي نجربها على خط زي ده مسلا. اهو ضغط ضغط. بعدين ضغط على النقطة دي. بعد كده شدت الخط زي ما انا عايز. اهو كل ده ده خط بطول معي. خلاص عايز تثبته هنا اضغط هنا. طيب لو كنت ده كان زيادة وعايز تأثره كنت هتعمل تي ار انتر انتر وتمسح مرة تي ار انتر انتر وتضغط مرة في التانية في التالتة او كان ممكن تختاره من هنا وتروح شادد من اول النقطة دي لغاية النقطة دي وشكرا عليك. خلاص? طيب تعال انا اصره تاني لمكانه الصح. اظل عليه واروح محركه من هنا لهنا. كده بشواندس انت خلصت ايه? الاليفيشن ده. تعال احط لك بعدين وعرفك الابعاد هنزبطها ازاي? واسيبك انت طبعا تعمل الابعاد. في الامتحان مش لازم الابعاد تبقى يعني هي نفس الابعاد اللي هو حاطيتها في المسألة. انت تحطها على المسألة بتاعتك. فكرا انك تحط مجموعة ابعاد وباني الابعاد مزبوطة فافهم انك كده متحكم في الديمنشن وبتعرف تغير الديمنشن ستايل. تعال نمسح الخطة ملوش لازمة ونبدأ نحط الابعاد بتاعك. عن طريق الديمنشن طول بار هيس مثلا هو بيس من هنا الهنا كام. واحد. طبعا الابعاد محطوطة بطبقة الهيدن فهتظللها وتروح عامل طبقة ال ايه? الديمنشن. كده انت خلصت رسمة فكل اللي جاي هتحط ابعاد. فتروح عامل ايه? دايس عليها ودابل كليك هنا عشان تخلي الديمنشن هي العشان تفضل عطل سابتة معك تحط ابعاد بيها. قبل ما تكمل الابعاد بتاعتك في مشكلة. الرقم كبير جدا بالنسبة للمسألة. السهم كبير جدا صح كده. ودي التلات حاجات اللي قتلت غالبا انت هتلعب فيهم. حجم التكست وحجم الارو واللاين والحاجات دي. فندخل على طبعا المسألة دي تبقى ليخ ما شوية ان اصلا ابعادها صغيرة جدا. بعد كده موديفواي. التكست هتصغره لتنين ونص كتير جدا نخليه نص مسلا. تمام? انتر. والارو سايز برضو هيبقى كبير جدا خليه اتنين من عشرة. والارقام دي كلها تعالى نقللها نخليه مسلا نص. هنا اتنين من عشرة. هنا واحد من عشرة. تمام? وهدخل على دي اي حاجة اتفقنا خليها خلاص عشان كل حاجة كسمك وكلون وكالوان خطوط والوان سهم والوان تكست تتحول كلها طالما انا شغال بالديمينشن. واحز هنا كل حاجة بقت لونها سيان معادة لان التكست لسه لونه ابيض فهتدخل عالتكست وتقول له لو سمحت التكست كالر مش باي بلوك خليه باي لير. خلاص كده وضعت اوكي. تمام? تعالنا ندخل على تاني. ونزبط حاجة حلوة كده الفيت. هيقول لك لو ما فيش مسافة ما بين السهمين اكتب الحاجة اطلع مين? اطلع السهم ولا التكست? تقول له لا انا دايما عايز التكست يفضل ما بين السهمين. لو هتطلع حاجة طلع السهم. ده اول هام. تاني هام في التكست بتقول له انت عايزه يعني مائل معه. هل احنا بنعتبر البعد مائل مع الخط ولا المسألة بتاعتنا كل الابعاد افقي? افقي. فاحنا هخليها هوريزونت الوضع اوكي. اضغط الامور كده بقت ايه? مقبولة. خلاص? طبعا لو لسه عدك وقت في الامتحان تقدر تتحكم شوية زيادة. لا الارو سايز والله طلع صغير جدا محتاج يكبر وهكزا. لكن على الوضع الحالي انا اقدر احط ابعادي وانا متطمس. فهعمل كده دايمنشن. هنا هنا. تمام? ده كده نص. خلاص? وبعد كده. هتعمل البعد بتاعك من هنا لهنا. ده كده اربعة. ومن هنا لهنا. ادي كده ده هتزبط معها بعينك كده. ادي كده ستة. طيب باش مهندس دولة شكلهم كويس. اش معنى النص ده السهم بتاعه جاي من بره عشان دي صغيرة جدا. فاتطر يطلع حاجة بره وانت اقيل له ما تطلعش غير السهم فرح تطلع السهم. طبعا هتقدر تحط الفاي عن طريق الديامتر. انك تعمل كده وتشاور. كمام? فتطلع دي فاي بتلاتة وهكزا. خلاص انا كده الابعاد اعتقد قلتلك ما يكفي فيها. ان ابعاد تبقى مقبولة لو انا شايف المسألة كده بصحح قدامي. الابعاد متشافة وكل حاجة تمام. يبقى كده درجة الديمينشن بتاخدها كابلة. ما درجة الديمينشن بتتحط على انك تبقى كاتب البعد وفي نفس الوقت بزبطه في الديمينشن ستايل. خلاص? طب نقول حاجة اخيرة في الديمينشن ستايل كنا قلناها قبل كده والناس كتيرة عملت فيها مشاكل في الواجب. اه في الراوند اوف. تمام? تمام? عدد الاصفار او التقريب. هو ده كان فيه مشكلة. الدقة او تمام? عشان كالناس بتقول ليه النص بيتقرب? انت بتعمله تقريب. طب الدقة هنا صفرين بعد العلامة. طب لو انت عملت صفر خالص كده. وضغطت اوكي. كده هو مش هيقيس اي حاجة غير الرقم الصحيح. فالناس اللي كان بتشتكي من الرقم بعد الفاصلة هي دي طريقة انك تشيلها. في البيسيجن. البيسيجن ستايل. البيسيجن هنا اعكام صفر انت عايزه بعد العلامة. هو ده اللي هتحكم لك في ايه? في منظر الرقم اللي بيطلع. طب تعال نكمل الشغل بتاعنا ونرسم البلان. اول حاجة عين اكتوها عليها عشان تخلص المسألة بسرعة لو فيه تماثل حصل او لا. يعني هستخدم ميرور ولا لا. المسألة دي او البلان ده نصه لفوق زي نصه لتحت. تمام كده? وبالتالي هستخدم امر ميرور. هرسم النص اللي تحت بس. وابقى اعمل ميرور للنص اللي فوق. طيب. ال انتر. وتعال نعمل تناظر الاول. هشد خط من هنا. لهنا كده. ال انتر. من هنا. لهنا. ال انتر. هعتبر ان ده كده نص البلان. خلاص ده طبعا لازم يبقى سنتر لاين. تمام? وبالتالي هضعط هنا على الير بروبرتي مانجر. وخلي طبقة ال. سنتر لاين مسلا هي الكرانت لاير. عشان هشد بي اخطوط التناظر وبعد كده اعمل اللي انا عايزه. طب ماش مهندس هتعملي دلوقتي. مبدئيا كده. ال انتر. ده كده الخط اللي لو انا مدته لتحت هيديني تقطعه مع سنتر لاين البلان النص او المركز اللي ارسم منه النص دايرة ده. وبالتالي انا عايزة هرسم خط من هنا لغاية ما يقطع هنا. وده فايدة البربنديكولر. ماشي انت كم ممكن ترسم خط كبير لغاية هنا. او ترسمه لغاية الحتة اللي انت عايز. تمام? طب ماش مهندس تعال لسمه بطريقة تانية. مش انت عايز ترسم النص اللي تحت بس. كل ده ما مندوش لازمة. هتعالى نمسح الخط ده. delete. اللي enter. دي ميزة اللي احنا مشغالينه في ال object snap. لو انت قربت من النقطة دي مجرد كده حس بيها بس. مغير ما تضغط انك تبدأ ترسم الخط ونزلت هتلاقي المؤشر بنور بص منقط معاك. فكده هو ما بدأش الخط اللي كان هو بيقولك ان ده امتداد الخط. لغاية ما ينور هنا intersection. يعني بيقولك لو انت رسمت خط انتداده هيقطع هنا. ساعتها السيادتك تروح ضاغط هنا وتمد الخط بتاعه. كده انت ضامن ان ده على استقامة واحدة من غير ما ترسمه من فوق لتحته بعد كاتب صحب ترم. واصلت قبل extension مفيد جدا في رسم المساقط. بعد كده c enter من هنا هقدر نرسم دايرة نص خطوة خمسة. تي ار انتر انتر ده ملوش لازمة وده ملوش لازمة. تمام? تعالى ال انتر نرسم خط من هنا الهينا. كده انا حددت حدود البلان بتاعتي. تمام? تي ار انتر انتر اشيل الزيادات دي. واشيل الزيادات دي. ده خط الواحد مش هتمسح بترم اضطر اعمله دليت لوحده. الخط ده وده وده. محتاجين يروحوا على طبقة الصلد. تمام? طيب. كويس جدا. بعد كده باشموندس هتعمل ايه? عندك الحدود بتاعة الاستوانة. محتاج تسحبها. ليه باشموندس? الاستوانة مش متهية مع القاعدة هي اكبر منها البرة الكام بواحد. ركز في الحتة دي. ده توتل عشرة. خلاص? ومن هنا الهينا تمانية. يبقى التالي الحتة دي واحد. والحتة دي واحد. ودي كمان واحد. خلاص? حلو. يبقى ده واحد. وده واحد. وده واحد. ده كده من الحسابات. طب ايه كمان يا باشموندس? عارفت منين ان دي واحد. اتنين 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 ستة. صح كده? تبقى ده. من هنا لهنا ستة. ومن هنا لهنا تمانية. وبالتالي ده كده تبقى واحد. وده تبقى واحد. يعني المربعات دي كل واحد فين بواحد. عشان هنحتاجها تحت دلوقتي. تعالي نسحب ال انتر. ونزيد هنا برا كام اتفقنا بقى واحد انتر. واقوم داخل كده. شوية مش عارف كام وارح ضغط. وقل انتر بالتناظر اجبها من فين? من فوق كده. من هنا النقطة دي. لغاية التعامل ده. واروح تي ار انتر انتر شايل دي. كده انت حددت الاستوامة. تمام? تمام. الخط ده كده ملوش عزمة امسحها بترم. واللي نزل من فوق ده خلاص ملوش عزمة امسحها وبدليت. تمام? طيب باش مهندس تعالي نزل الاتنين دولت كده عشان ما نتلخبطش والحتة الزيادة دي يروح على طبقة الصولد. طيب الحتة دي هيدن تبع القاعدة اللي هي المنطقة دي. عاملها ازاي هيدن وده كله خط واحد. هتقول نعمل ترم ونرسم خط جديد. هيعرفك على امر جديد اسهل شوية. يغفر لك وقت. في امر هنا في الموديفاي اسمه بريك اتا بوينت. في اتنين بريك. في بريك وفي بريك اتا بوينت. اضغط على بريك اتا بوينت. واضغط على الخط اللي انت عايز تكسره عند نقطة معينة. ادي ضغطة. بعد كده اضغط انتر. بعد كده بيقول لك حدد النقطة اللي عايز تكسر عندها. هقول له عايز اقطع عند النقطة دي. ده الانترسكشن. عشان هزابطها في بتاعة جرب كده دلوقتي تظلل الحتة دي. هتلاقيها دي خط الوحدة. ودي خط الوحدة. تقدر سيادتك دلوقتي تاخد الخط ده. وتحوله على طابعة. حلو. طب مش مهندس بعد كده. عندك ايه? عندي والله دايرة هنا مرسومة. الديامة تربطها واحد ونص. والشكل الشبر المحرف ده عايز اخلص منه. والشبر المحرف ده بالتناظر. مش ماشي مع الحتة دي والحتة دي اللي انا رسمتهم فوق. وبالتالي. لو رسمت الانتر. من هنا. طبعا مش هرسمها انا همشي بالإكستنشن. هعمل كده. هرسم خط ده البداية بتاعته هاي. انزل تحت الخط ده طوله كام. والله يا باش مهندس هنا. انت دلوقتي يوقف في المنطقة دي. وده توتل اتنيني. بل حتة دي بواحد. فانت نزلت تحت. وروح كاتب واحد انتر. وضغط سكيب. الانتر. من هنا. هنزل كده على الامتداد. لازم يفضل منور معاك. تمام? يبقى اهو. دي كده الاكستنشن. قرب النقطة. ويبدأ انزل. طول ما هو منور معاك بقى وكده حادث بالاكستنشن صح. والله هتطل اخبط معلش ارسم دي من هنا. لغاية النقطة دي. واضغط سكيب. بعد كده الا انتر. من النقطة دي. وحنزل لتحت. كام يا باش مهندس. والله الحتة دي كلها اربع. وانا واقف هنا يبقى حنزل اتنين. فهنزل لتحت وكتب اتنين انتر. واقدر اوصل دي بدي. لبقى انا كده الشبهة المنحارف ده خلص. طبعا هنا فيه تضيع وقت كتير لانك اتطل وتضغط على الخط ده. وتضغط من هنا وتأثروا لغاية المنطقة دي. صح كده? طبعا اكستنشن لو انت بتتحكم فيه كان زمانك بديقها على طول زي ما رسمنا النحية دي. اظلل على الاتنين دول واقوم رسمهم بطابقة السولد. وبعد كده محتاج اعمل من هنا. بص انا اخدها بالاستنشن اهو. ما ضغطش حاجة لسه. تاني. اقرب من النقطة. ما تضغطش. انزل على المتداد. هتوقع ما هو بينور منقط. يبقى هو مستني الامتداد. جابت هنا او اضغط ضغط. كده الخط بدأ يترسم. تقدر سيادتك دلوقتي ترسم لغاية هنا مثلا كده عشان ده سنتر لاين. بعد كده من هنا. دي انتر. واحد ونص عشان انا عارف ادي امتر. كده لسامت الدايرة دي. تي ار انتر انتر ده ملوش لازمة. مزيدة دي ملوش لازمة. ولو سمحت حولي الدايرة دي على طبقة السولد او الاستريت. كده انا خلصت من الجزء ده. في عضل هنا اه خط كده طوله ده نص يبقى دي كده اتنين على الاتنين فيها الواحد ادي واحد واتنين يبقى تلاتة يبقى حنزل تلاتة وامشي بخط داخل الجوه كده. مفروض لغاية الاخر وفي حتة فيه ستريت وحتة هيدن هنتصرف فيها. يبقى انا حنزل تلاتة وامشي بخط كده. نزلت التلاتة دي منين بالتناظر دي جاية من النقطة دي. وبالتالي سيادتك ال انتر هتيجي من هنا تنزل على كده وتبدأ من هنا وتنزل لتحت تلاتة انتر وتدخل لغاية اخر الرسمة لغاية ما ينور وتضبط. الاتنين دول سيادتك هتحولهم على طبقة الايه? السلد. على طبقة السلد. طبب باشماندس رجعنا لنفس المشكلة. الحتة دي هيدن ولا يشغلك. هنضغط على تضغط الخط اللي عايز تقطعه. انتر. عايز تكسره فين? عند النقطة دي. تمام? لقيت الخط ده بقى الواحد وحوله لهيدن لايب. حلو كده? جميل. باشماندس فيه خطين هيدن جايين من فوق بتوع التجويف. وفيه خطين هيدن تانين جايين بتوع العصب. وخطين العصب ماشيين مع الخط اللي احنا قطعنا ده من شوية وفيه ما بينهم فتحة. تعال ننزل الخطين الهيدن بتوع التجويف. اولا التجويف ده خط هيدن لاين فاختار هيدن لاين من اولها. اللي انتر. عايز تبدأ من هنا. تمام? هروح ضغط ضغطة. ونازل بخط الغاية التعامد. تاني. اللي انتر. هضغط ضغطة. ونازل بخط الغاية التعامد. وبعد كده اللي انتر. هضغط من سنتر لاين عشان ما محتاج سنتر لاين لستوانة. لغاية مسلا برة شوية. حلو? آآ الخطوط دي طبعا ده كده هضغط عليه ضغطة. واقوم مؤثره من اول هنا. بص هضغط على النقطة الزرق دي كده. ويتأثر معي لغاية هنا. تمام? والتاني ده. بس لكم من هنا كده. دي ضغطة. وضغط على نقطة الزرقة. واثره لغاية هنا. وده كده يتأثر من هنا لغاية هنا. طبعا ده خط لو سمحت تزليله حوله وتعال نرسم العصب. العصب كده كده مرسوم فوق وهيترسم تحت هدن يبقى مش هضغط هنزل لدحت. نورت هنا. من هنا لغاية التعامد. تاني. نورت هنا. هنزل لغاية اضغط وانزل لغاية التعامد. الضغطة التانية. مهندس العصب ده مش موجود هنا. فهنعمل تريم تي ار انتر انتر. همسح دي. وهمسح دي. وهمسح الحتة دي. من هنا. وهمسح دي من هنا. كده انا وصلت لما يقال عنه ان هي المسألة دي. فيما عادة. الخط ده لسه ما درسمش. ده على بعده واحد من هنا. تمام? وعلى بعده ده من برا كام? اتنين. فلو ضغط تمام? اتنين وخدت افسد من الخط ده لجوة. انا كده جبتم ما كانوا صح. وصلت انا ريحت نفسي عشان لما بتاخد موازي الخط بياخده بطبقته. فانا ريحت نفسي جبتم من هنا عشان يترسم الطبقة صح. طبعا الخطين اللي نازلين هدن دول هما في المنطقة دي عبارة عن خطين ايه? فكل اللي انه هتعمله هتعمل بريك للخط ده. تمام? انتر هنا. وتقوم واخد القطعة دي محولها على طبقة الستريت. نعيد الكلام تاني. بريك للخط ده. انتر من عند النقطة دي. وتاخد لي الخط ده تحوله على طبقة الايه? الستريت. كده باش مهندس في اي مشكلة لسه. والله انا مش شايف ان احنا بس خلصنا المسألة والمفروض نقفل على كده. فضل الجزئية اخيرة ان الحتة دي استريت ومعمل لها فيلت في المنطقة دي. يعني الحتة دي المفروض تبقى استريت ويتعمل فيلت هنا. اه ده معنى انك محتاج تكسر الحتة دي اولا بريك للخط ده انتر عند النقطة دي. كده انت دي بقت تقدر تحولها استريت ده اول حاجة او صلت. بعد كده اه الخط ده باش مهندس ان الاحظت دلوقتي انه هو هنا مش موجود. تمام كده الخط ده مش موجود. ده طيب. اختيار الريديس بتعمل ازاي? لو لو مش قيل لك في رأس المسألة ان الريديس اي ريديس في المسألة اعتبره باثنين بثلاثة بواحد انت هتفرضه. فاكيد مسألة ابعدها ده واحد الريديس ده عمره ما يطلع بواحد ده اكيد اقل ازا كانت دي كلها واحد ده مسلا ممكن يتقال عليه واحد من عشرة اتنين من عشرة خلاص? وطالما الحاجة مش معطن انت هتفرضها بس تفرضها براقب منطقي. فخليني نقول الريديس ده بتنين من عشرة. ما بين مين ومين? ما بين ده وده. اه حصلت المشكلة. هو عمل الفيلت تمام وانا اختارها وادية على السولد. كل ده كويس جدا. بس مسح الحتة دي ده ليه? عشان امر تريم جوه الفيلت كان شغال. فهو عمل الفيلت ومسح. يا اما كنا نوقف تريم يا اما هنعمل الاتي. دلوقتي احنا ممكن اضغط على الخط ده. ومجرد ان انا مد الهيدن لاين ده من هنا لغاية التعامل. بس خلاص. فاقدر حدل المشكلة. كده المسألة كلها اعتقد كاملة فيما عدا. في خط الهيدن هنا يا باش مهندس. بتاع التجويف اللي هو واحد ونص دي. يعني حاولين السنتر خمسة وسبعين من مية. يترسم ازاي? وانتر بوينت سيفن فايف انتر من السنتر لاين ده لتحت. صح كده? وطبعا هو ماسك من الاول لغاية النقطة دي. وبالتالي انا هضطر اضغط عليه. واقصره من هنا لغاية النقطة دي. واقصر ده من هنا لغاية النقطة دي. وبعد كده اضغط عليه واحوله لطبقة الايه? الهيدن لاين. تمام كده? حلو. كده المسألة خلصت. وممكن اعمل بكل سهولة امر اخد كل الجزء ده. تمام? انتر حوالين الخط اللي بدايته هنا ونهايته هنا واضغط انتر. ابقى خلصت مسألتي. تمام? فيما عدا الخط الهيدن اللي هنا ده. هقدر اشده من هنا لغاية دي ابدأه من هنا. وهمده شوية عشان يعمل تريم صح. انتر 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 واروح ماسح دي. كده انا اقدر اقول ان انا خلصت المسألة بتاعتي. طبعا هتحط شوية وتشتغل. ده كده الفكر بتاعك في مسألة المساقط. تمام? مسألة زي دي تخلصها الديها بشواندس. ما تعدشي نص ساعة. خلاص? هي والمسائل اللي شبهها انت بترسم مسقطين مش بنستنتج التالت. يعني بص المسألة هنا. ايه كده مسألة هو مستنتج التالت. عشان كده ما فيهاش ولا بعد. بنشد خطة خمسة واربعين هنا وبنشتغل بقى بالتناظر. بس احنا مش بنمتحنك في استنتاج مساقط. احنا هنطلب منك مسقطين ترسمهم زي ما هما قدامك ترسمهم تاني. ده ازا جات لك مسألة مساقط. او يجي لك مسقط واحد. بس مسفروض مسألة المسقطين مع بعض. بكترها نص ساعة. خلاص المفروض تلت ساعة. عشان لو الامتحان جامس التين فاربعين دقيقة. عمليات تاخد منك خمستاشر دقيقة وعشر دقيقة بالكتير ودي تاخد خمسة وعشرين دقيقة. بقى الابعاد باللي يرزم كل حاجة. اتدرب على المسال ده والامثالة التانية اللي في البي دي اف واي اسئلة ايه يريد تبعاتي.